الدول المؤهلة للتقديم جميع دول العالم مؤهلة للتقديم والمراحل الدراسية ستكون جميع المراحل الدراسية نأتي الآن إلى مميزات المنحة مميزات المنحة ستكون إعفاء من أسوم الدراسة وهناك سوف يكون راتب شهري تقريبا بما يعادل 512 دولار توفير تذاكر الطيران ذهابا وإيابا توفير بدل سكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا أعزائنا متابعي قناة أرض المنح في كل مكان في هذا الفيديو ومنحة اليوم ستكون مقدمة من حكومة تايلند وهي ممولة بالكامل ندخل الآن في تفاصيل المنحة الدولة المستضيفة تايلند والجهة المانحة هي الحكومة التايلندية واسم الجامعة تشولا لون كورن الدول المؤهلة للتقديم جميع دول العالم مؤهلة للتقديم والمراحل الدراسية ستكون جميع المراحل الدراسية نأتي الآن إلى مميزات المنحة مميزات المنحة ستكون إعفاء من رسوم الدراسة وهناك سوف يكون راتب شهري تقريبا بما يعادل 512 دولار توفير تذاكر الطيران ذهابا وإيابا توفير بدل سكن سوف نأخذ الآن ملاحظات على هذه المنحة في هذه المنحة يجب على الطالب تأمين طبي لنفسه ويكون تأمين شامل تأمين شامل وإذا لم يقوم الطالب عمل تأمين طبي لنفسه سوف يتحمل تكاليف العلاج الخاص به نأتي الآن إلى الملاحظة الأخرى أو الملاحظة الثانية أقصى حد للعمر سوف يكون 35 سنة إذن فالطلاب الذين تتجاوز أعمارهم 35 سنة لن يكونوا مؤهلين للتقديم على هذه المنحة وأما الآن فننتقل إلى آخر ملاحظة موجودة لدينا شهادة اللغة إلزامية فقط للطلاب الذين يرغبون بدراسة الماجستير والدكتورة والطلاب الذين يرغبون بدراسة البكالوريوس فشهادة اللغة غير إلزامية بالنسبة لهم نأتي الآن إلى التخصصات المتاحة للتقديم من التخصصات المتاحة للتقديم التصميم المعماري المحاسبة التسويق الهندسة العلوم النفسية وإدارة الأعمال وغيرها الكثير ويمكننا رؤية بقية التفاصيل أو بقية التخصصات من هنا من خلال هذا اللينك إذن في درجة البكالوريوس هذه هي التخصصات المتاحة المحاسبة الهندسة الفضاء والكيمياء المطبقة وإلى غير ذلك من التخصصات يجد 17 تخصص في درجة البكالوريوس وهذه هي التخصصات الخاصة بدرجة الماستر وهي تقريباً 50 تخصص الدراسات التاملندية والصيدرة والإدارة الاجتماعية والصحة العامة إلى غير ذلك من التخصصات وهذه هي التخصصات الخاصة بدرجة الدكتوراه عددها تقريباً 34 تخصصاً فالمجال واسع لجميع تقريباً التخصصات وهنا الهندسة المدنية والعلوم الإكلانكية إلى غير ذلك من التخصصات والآن سوف نشرح كيفية التقديم على هذه المنحة أو على هذه الأقسام لنقول على سبيل المثال أني أريد الدراسة بهذا القسم كلية أو الدراسات الكورية نقوم بنسخ الإيميل الخاص بهذه الكلية ثم نرسل الوثائق الخاصة بنا وكذلك الأبليكيشن الذي سوف نقوم بتعبئته إلى هذا الإيميل الخاص بهذه الكلية وننتظر الرد منه نأتي الآن إلى آخر موعد للتقديم سيكون آخر موعد للتقديم خمسة عشر أكتوبر 2020 والآن ننتقل إلى الوثائق المطلوبة صورة من جواز السفر والسي في وشهادة التخرج لآخر مؤهد دراسي بالإضافة لكشف الدرجات وصورة شخصية لك ونقوم بملأ الأبليكيشن أبليكيشن التقديم والذي سوف نطلع عليه لاحقا وكذلك رسالتي توصية وهذا خاص فقط لطلاب الماجستير والدكتوراه وآخر وثيقة وهي مطلوبة وهي شهادة الفحص الطبي كيفية التقديم سوف يكون التقديم لطلاب البكاليريوس من خلال هذا الرابط سوف يتم ملء هذا الأبليكيشن وإرساله مع الوثائق الرسمية إلى إيميل الكلية المراد الدراسة بها ونفس الطريقة لطلاب الماجستير والدكتوراه من هنا يتم تحميل الفورم وملأه ثم إرساله مع الوثائق الرسمية إلى إيميل الكلية هنا سوف نطلع على إعلان المنحة بعد الضغط على إعلان المنحة سوف تأتي هذه الصفحة وفي هذه الصفحة سوف نرى ثلاثة أقسام هذا القسم خاص للطلاب الذين يرغبون فاصل دراسي واحد قصير الأجل والقسم الثاني للطلاب البكاليريوس والقسم الثالث للطلاب الماجستير والدكتوراه سوف نتطرق إلى هذين القسمين هنا تفاصيل لدرجة البكاليريوس وهنا استمارة الطلب والتي قد أرفقتها في المدونة الخاصة بنا وهنا التفاصيل الخاصة بقسم الماستر والدكتوراه وهنا الاستمارة سوف نطلع على التفاصيل الخاصة بالبكاليريوس بعد تحميل التفاصيل أو وثيقة التفاصيل الخاصة بطلاب البكاليريوس هنا سوف تكون المميزات الخاصة بالمنحة والتي يجب عليكم تراءتها وهنا بعض الملاحظات وهنا الشروط التي قد وضحناها لكم من قبل وهنا نجد أن في شروط المتقدم لم يفترطوا على أن يكون معه شهدت لغة نأتي الآن إلى الوثائق الرسمية هذه الوثائق الرسمية التي قد وضحتها لكم من قبل السي في وملء الأبليكيشن وصورة شخصية وتأمين طبي وهنا تفاصيل الخاصة أو الإجراءات بكيفية إرسال الأبليكيشن والتي يجب عليكم قراءتها والآن سوف نعود للاستمارة الخاصة بالأبليكيشن سوف نقوم بتحميل الاستمارة الخاصة بطلاب البكاليريوس بعد تحميلها هذه هي الاستمارة الخاصة بطلاب البكاليريوس نقوم باختيار المسمى الخاص بنا سيد أو سيدة تاريخ الميلاد والجنسية رقم الجواز العنوان وملء الاستمارة بشكل صحيح وهنا سوف نقوم بإدخال القسم الذي تود دراسة به وهنا مستواك في اللغة الإنجليزية وكما وضحنا أن هذا الخيار غير إلزامي هنا سوف نقوم هنا بكتابة المناح أو الجواز الذي حصلت عليه من قبل في هذا السؤال سوف نقوم بكتابة المساعدات الحكومية أو التي حصلت عليها من المنظمات العالمية نقوم بكتابتها هنا وهنا يتحدث عن الضمان الصحي أن الجامعة تطلب من الطالب أن يكون حاصل على ضمان صحي شامل وإن لم يكن له ضمان صحي سوف يقوم بتحمل تكاليف العلاج هنا نقوم بالتوقيع وهنا كتابة تاريخ ملء الابلكيشن هنا حالات المنحة أو تفاصيل أخرى خاصة بالمنحة يجب عليكم قراءتها وفهمها جيدا وهنا قام بتكرار المميزات التي قد وجدناها في التفاصيل أو في الملف السابق وأيضا كذلك قام بتكرار الضمان الصحي وهنا بعض الحالات والتي يجب عليك قراءتها بشكل جيد حتى لا يتم إلغاء المنحة التي قد أعطيت لك من الحكومة التايلندية هنا إثبات أن المعلومات التي قمت بتزويدها كانت صحيحة وعدم وجود خطأ فيها وهنا الوثائق الخاصة بالابلكيشن والتي ينبغي عليك إرفاقها ونقوم في الأخير بوضع التوقيع والتاريخ من هذا الابلكيشن والآن نعود لكي نرى التفاصيل الخاصة بطلاب الماستر والدكتوراه نفس التفاصيل السابقة ولكن مع اختلاف بسيط نتوجه مباشرة إلى الشروط الخاصة بطلاب الماستر والدكتوراه ومن الشروط أن يكون عمر المتقدم لا تجاوز 35 عاما ويكون حاصل على شهادة التوفل أو الآيالس وهذا يعتبر شرطا إلزاميا والآن نعود إلى الاستمارة الخاصة بطلاب الماستر والدكتوراه ينطبق على هذه الاستمارة ما ينطبق على الاستمارة الخاصة بطلاب البكالوريوس ولكن مع اختلاف بسيط مثل درجة البكالوريوس وأيضا كتابة درجة الماستر وهنا حقول اللغة وبقية الخانات التي يجب ملؤها مثل خانة خطة البحث أو ماذا تنوي أن تفعل بعد كمال الدراسة بجامعة تايلند والموافقة من المؤسسة التي تدرس بها حاليا وإلى هنا نكون قد أنهينا شرح التسجيل بهذه المنحة ونتمنى لكم التوفيق والتيسير في حياتكم والآن أعزائي وقبل أن أنهي هذا الفيديو أود أن نذكركم بعمل اشتراك وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار المنح بشكل مستمر ونرجو منكم أن تقوموا بنشر هذا الفيديو إلى أصدقائكم حتى تعم الفائدة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة